السلام عليكم ازايكم عاملين ايه؟ يارب تكونوا كويسين وتكونوا بخير النهاردة جاية اكلمكم على مشكلة بتواجه اغلبية السكان اللي عايشين في امريكا سواء كانوا العرب او حتى الامريكان نفسهم ان تقريبا مفيش استقرار وهتلاقي كل فترة بنغير سكن بنغير ولاية بنغير البلد بنروح مسافات بعيدة فبيبقى عندنا مشكلة العفش بتاعنا ان احنا كل شويا نضطر نرميه ونروح نشتري غيره وبنتدفعي فلوس من اول وجديد وبتدفعي فلوس لما بتجي ترميه وبتدفعي فلوس لما بتجي تشتري فبتبقى مشكلة فعشان كده دورت على حل والقيت ان احنا الحل ان احنا نشتري حاجات سهلة التركيب والفك وفي نفس الوقت تكون متينة وبتعيش وبتخدش حيز ووزنها خفيف وبتتطبق ونقدر ناخدها معانا في اي مكان بدون اي مشكلة من الحاجات دي هعمل لكم سلسلة فيها كذا حاجة ونشوفها مع بعض هنبدأ اول حاجة بالسرير عندنا ادي شكل السرير بيبقى جاي متطبق بالشكل ده وبيبقى متكون من اربع متطبقين زي ما انتوا شايفينهم كده بيتربتوا في بعض ويدونا واحدة وبعد كده اتنين تانية يتربتوا في بعض يدونا واحدة كمان وبعد كده هيدونا الاتنين دول بيتربتوا في بعض برضو وفي الاخر هيديني الشكل ده زي ما انتوا شايفين ده هيبقى شكل السرير في الاخر وبعد كده يتفرش عادي يتحط فوق المرتبة او يتحط فوق اللي هو البوكس الاول بعد كده المرتبة مفيش مشكلة وكمان في ميزة انه هو عالي يعني انتوا اللي عايزين تعمله ستورج تحته وتحط قزينه تحته شناط اي حاجة زي ما انتوا شايفين مفيش اي مشكلة شايفين قادر الارتفاع بتاعه وهو الافيشنسي بتاعته عالية وماتين وكمان واخد رفيوهات عالية دلوقتي هنبدأ نشوفه بقى على الواقع مع بعض ايدي شكله اهو زي ما انتوا شايفين وهو ماركونة على الحيط مش واخد حيط خالص هنلاقي ان هو اه الرجل فيه دي اهي موجودة ثابتة تمام ودي الرجل في النص اللي بتمسك النصين في بعض ايدي شكل الرجل اهي وهي بتتفرد هو في اربع رجول داير ميدور وبعد كده في النص عندي الرجلين اللي هما بيربطوا اللي اتنين في بعض عندي بقى بعد كده السام دا اللي بتسند الرجل اهي دي شايفين شكلها اهي دي بتسند لي الرجل عشان تفضل ثابت خلاص وبتطربت برضو بصمولة اهي بيبقى شكلها كده بعد ما تتفرد دلوقتي هندخلها ونربط السامولة مع بعض اهي ادي دخلت المصمار ودي الوقتي اهو بربط السامولة هي تركيبها سهل بس اهم حاجة في الاخر ان ايه ان يتربت عليها جامد الرجل التانية بنفس الطريقة اهي هنربط برضو الثامولة بنفس الطريقة وفي الاخر بس تربطي عليها جامد علشان خطر ما تتفضل تبقى ماتينة مسكة نفسها عندي دي بقى السامولة اللي بنربط بيها النص النصين ببعض نيجي بقى نجيب الرابع التاني احنا كده خلصنا رابع كده ده الرابع التاني اللي هنربطهم في بعض ويدينا نص السليش هنعملو بنفس الطريقة هادي السامولة الاولانية هي تربطت اهي نفس الطريقة ندخل المصمار ونربط السامولة ونيجي عند الرجل التانية برضو نفس الكلام هادي السامولة التانية اتربطت كده كده بقى عندي ربعين السرير جاهزين كده هربطهم في بعض هنشوف هنربطهم في بعض ازاي ده شكلهم هما الاتنين لما جاهزوا كده الرجل هتتحط في النص ما بينهم وتربطهم في بعض هادي الرجل اهي اللي بتتحط في النص اللي بتربطهم اهي فيها سامولة بتمسك الجزء ده والجزء ده والناحية التانية نفس الكلام وكده يبقى الجزء نتربطوا ببعض ادي كده هوا بقى حطيت الرجل اهو في النص زي ما انتو شايفين ومزكت الجزءين ربعين السرير ببعض لازم تتربط بمصمار واللي هو المفاك اللي بيمسك السامولة من ورا اهي الاول هندخل المصمار ونلفه كده اول ما نلاقيه بيلفه على الفادي هنضغط عليه بقى عشان خلاص يظهر من الناحية التانية ونربط السامولة فيه اهو زي كده ادي عندي السامولة اهي عشان كده بقولكوا لازم امسك من ناحية بالمفاك وناحية اربط السامولة هي الاول هتتربط معايا بس بعد كده عشان تتربط جامد لازم ابا محضرة العدة اللي انتو شايفينها قدانكو دي ادي شكله بعد ما اتربط خلاص اهو اتربط النص الاولاني والنص التاني ادي كده النصين جاهزين زي الصورة بالزبط مش فيش غير بس نربطهم ببعض بالسامولة اللي في النص الربط السامولة اللي في النص دي سهلة جدا زي ما انتو شايفين ادي شكلها وهما حاطين في النص زي عازل بحيث ان هما الحديد ما يلزقش في بعض ويعمل احتكاك كل اللي هنعمله ان احنا هنفك السامولة وهندخلهم في بعض وهنربطهم ادي شكله بعد ما اتربط اهو ادي شكل السامولة اهي مجرد بتستريبت بس والمسافة اللي في النص قلتلكوا عليها بتفضل اهي السامولة اهي ده شكل السرير بقى وهو جاهز خلاص يتحط بقى في النص يتحط في اه في عالجنب اه ممكن انت عايزين تحابين تحطوله ضهر تحطوله ضهر هو ده سرير بتاع الولاد فما ملوش ضهر انا شاكي بعملاله ضهر هنشوفه بعد ما نحط عليه المرتبة ونشوفه ارتفاعه ادي شكل المرتبة وهي محطوطة عليه اه طبعا باين ارتفاعه هو عالي زي ما انتو شايفين ممكن تشيل اي حاجة من تحته ومشواخد مكان كبير في القوضة دي كانت تجربتي النهاردة مع السرير سهل التطبيق او فالدبل بيت فريم اه اتمنى ان انتو تكونوا استفدتوا منها واتمنى ان تكونوا مع المصدتكم بسهولة ولو عجبكم ما تنسوش تعملولي لايك واشتراك واستنوني في بقية المنتجات التانية اللي هنتكلم عنها عشان تسعيدنا في العزال والسلام عليك ورحمة الله اشتركوا في القناة